السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة في جعبة إفادة اليوم إن شاء الله عنا المنهل في النشاط العلمي للمستوى الثالث اتدائي صفحة 35 إذن نحن في الوحدة الثالثة الموضوع خاصية الكائنات الحية الحصة الأولى كائنات حية وأجسام غير حية الهدف التعلمي من هذا الدارس وهو أميز بين الكائنات الحية والأجسام غير الحية إذن دائما نبدأ بالألاحظ نلاحظ هذه الصورة قلك خلال نزهتين قرب ضايا لاحظ سعيد عناصر متنوعة منها النباتات والماء والسخور والبط فوضحت له أمه أن هذه العناصر تنقسم إلى كائنات حية والجسام غير حية إذن من خلال هذه الصورة يبين لي بأنه كان هنا نباتات هي خضراء كان سخور كان ماء لأن هذه البطة على جانب الضايا هنا ماء سخرة هنا اسميته صغار البط كما تلاحظوا هنا إذن من خلال هنا تنعرفوا بأنه هنا كان عناصر تنقسموا هاد اللي كان ننفت الصورة لقسمه كائنات حية وأجسام غير حية إذن عندنا النباتات والبط فهي كائنات حية الصخور والماء كائنات غير حية إذن هنا إذن تساؤل تساؤل اللي قد نطرحه كيف نميز كيف نميز بين الكائنات الحية والأجسام الغير الحية كيف نميز بين الكائنات الحية والأجسام الغير الحية هذا هو تساؤل كيف نميز بين الكائنات الحية والأجسام الغير الحية والأجسام غير حية إذن هذا هو التساؤل الفراضيات كل واحد يدير الفراضيات اللي تناسبو إذن نفتر من صفات أو خاصيات الكائنات الحية الصفات أو الخاصيات الكائنات الحية نقوله خاصيات الكائنات الحية وهي أنها أولاً تنمو معنى تتكبر أي كائن الحي ينمو الكائنات الحية تنمو أي تتكبر سواء كانت نباتت فالنباتت تكون صغيرة فتنمو وتكبر هذا صغر البط الحيوانات تصفها عامة سواء كان صغر البط صغر القطط صغر الكبش صغر أي حيوان تكون صغير فينمو فيصبح كبير إذن الخاصية الكائنات الحية أنها تنمو هذا أول حاجة تتغذى أي تتاكل هذه من خاصيات الكائنات الحية تتغذى تتكاثر معنى تتولد فتتكاثر تتولد فتتكاثر وتموت لأنها كائن حي تموت وكذلك تتنفس إذن هذه هي خاصية الكائنات الحية أنها تنمو تتغذى تتكاثر تموت تتنفس إذن سؤال الأول أو التمرين الأول أضع علامة في في خانة الكائن الحي وعلامة في خانة الجسم غير الحي إذن هنا نشوف هذا الكائن هل هو كائن حي أم جسم غير حي فهذه أزهار والأزهار لتعيش تحتاج إلى التغذية وإلى التنفس لتنمو وتكبر وتتكاثر إذن فهي كائن حي فهي كائن حي إذن ندر له علامة هذا كرسي كما تلاحظوا في هذه الصورة إذن هذا كرسي لا يحتاج لا يحتاج لا إلى تغذية ولا إلى التنفس لأنه ولا يموت ولا يتكاثر ولا يتنفس إذن هذا جسم غير حي فهو كيف متى نشوفه دابا نقدر نشوفه العام الجاي نشوفه الشهر الجاي متى يكبر إذن لا ينمو لا يتغذى لا يتكاثر لا يتنفس إذن فهو جسم غير حي إذن هذا حيوان الفيل هذا الفيل إذن هو يحتاج ليعيش يحتاج إلى التغذية يحتاج إلى التنفس إذن هو كائن حي فهو كائن حي فهو ينمو يتغذى يتكاثر معنى يتوالد فيتكاثر يموت يتنفس إذن فهذا كائن حي عندنا هنا صخرة أي حجرة كبيرة صخرة فهذه الصخرة لا تحتاج إلى التغذية لا تتحتاج إلى التنفس إذن فهي جسم غير حي هذه جرادة هذه الجرادة تحتاج إلى التغذية تحتاج إلى التنفس إذن هذه الجرادة تنمو تكون صغيرة فتنمو فتكبر تحتاج إلى التغذية كما تنشف هي هنا على أورق الأشجر معنى هذه التغذية تتاكل أورق الأشجر تتكاثر تموت تتنفس إذن هذه كائن حي فهذه كائن حي لوله العلام إذن عدنا الأزهار والفيل والجرادة كائنات حية تحتاج إلى التغذية فهي تتغذى تتنفس تموت تتكاثر عدنا الكرسي والسخرة فهي الجسام غير حية إذن عدنا النشاط الثاني قلونا أصل بخط بطاقة الخاصية بالصورة المناسبة هذه البطاقات هنحتاجه أغدين نصلهم هذه البطاقات نصلهم بالصورة المناسبة إذا عدنا هنا الطفل أولا إذا نقرأ البطاقات شنو فيها يتغذى يتنفس ينمو يتكاثر يموت إذن هذه تغذية والتنفس والنمو والتكاثر والموت فهي من خاصيات الكائنات الحية هذه من خاصية الكائنات الحية إذن خلال هذه الصورة نقلب على الكائنات الحية هنا لدينا الطفل إذن الطفل فهو إنسان والإنسان والحيوان والنبات يحتاجان إلى فهما الطفل ينمو يتغذى يتكاثر يموت يتنفس إذن هو كائن حي تنطبق عليه هذه الصفات إذن هو كائن حي فهو يتغذى يتنفس ينمو يتكاثر يموت عنا طائر فهذا الطائر كذلك من الكائنات الحية لماذا؟ لأنه يتغذى يتنفس ينمو يتكاثر يموت هنا عنا رمل هنا الرمال لا تحتاج إلى التغذية ولا إلى التنفس ولا إلى النمو ولا إلى التكاثر وإلى الموت فهذا كائن أو جسم غير حي فهذا جسم غير حي لأن الرمل مثل الصخرة في التمرين السابق فهو جسم غير حي عنا هنا الشجر والشجرة من النباتات والنباتات والأشجار تحتاج إلى التغذية وإلى التنفس تنمو تتكاثر تموت إذن فهذه الشجرة والنباتات بالصفة عامة فهي كائنات حية إذن نشوف ثم نكمل السؤال نقل النادي بنسبة التمرين هذا ثم أكمل الجملة جانبه بما يناسب التغذية الحية النمو تتميز الكائنات الحية الكائنات الحية عن الأجسام الغير الحية عن الأجسام الغير الحية بماذا تتميز هذه الكائنات الحية بخاصيات مشتركة هذه الخاصية ذكرناها سابقا إذن منها ماذا منها التغذية قلنا كائنة الحياة تحتاج إلى التغذية منها التغذية التغذية والتنفس كما شفنا سابقا والنمو لأنها تنمو والنمو معنى تكبر والنمو والتكاثر كما شفنا سابقا والموت إذن من خاصيات الكائنات الحية أنها تتغذى تتنفس تنمو تتكاثر تموت إذن هذه خاصيات الأجسام الحية فهي مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبتة وهذه الخاصية المشتركة بمن تشترك تشترك بها الإنسان والحيوان والنبتة كيف ما شفنا هنا ها إنسان هادي من الطيور معنى حيوان والنبتة إذن أمشي والأستخلص توجد في الطبيعة كائنات كائنات حية لأن هنا شفنا كالإنسان والحيوان والنبتة إذن هذه كائنات حية توجد في الطبيعة كائنات حية كالإنسان والحيوان والنبتة وأجسام منين يقولنا كائنات نعرف كائنات حية أما يقولنا الأجسام الأجسامية غير حية وأجسام غير حية كالماء والصخر والقلم والكرة فهذه أجسام غير حية أما الإنسان والحيوان والنبتة فهي كائنات حية وتشترك الكائنات الحية في عدة خاصيات إذن قلنا الكائنات الحية كما قلنا الإنسان والحيوان والنبت يشترك في بعض الخاصيات منها منها التغذية وتنفس التغذية والتنفس والنمو والتكاثر إذن هذه هما الخاصية المشتركة في الكائنات الحية إذن عندنا استثمر أستثمر جلونا جو كولوري وروج لانتخي دون شاكا دي دو غروب سويفون شنو قالوا لنا هنا يا قلنا ألون بالأحمر العنصر الدخيل أو الكلمة الدخيلة في كل المجموعتين التاليتين عندنا نياج هو سحاب أبي هي نحلة كلو وهو مسمار غالي وهي الحاسا الحجار الصغيرة الحجار الصغيرة اسميته غالي هي الحاسا آغ وهو الهواء وواتور وهي الصيار عنا في المجموعة الثانية روبرودكسيون روبرودكسيون وهو التكاثر إكريتور وهي كتابة رسپيراتيون وهو التنفس أليمانتاسيون وهي التغذية وكروسسيون وهو النوم إذا نرجع للمجموعة الأول كيف ما قلنا هنا عندنا نياج وعنا اير وعنا كلو وعنا غالي وعنا voiture ديز اتر وفا هيا كائنات عتدير عندنا نياج وعر وكلو وقالي وواتور إذا هاديه كائنات غير حية نو vivون هادي كائنات غير حية الدخل فيها وهي أبي وهي كائن حي اتر vivون إذا هادي هي الكائن هدا هي الكلمة الدخيلة هدا هو الدخيل ما بين هاديه في هادي المجموعة هادي أبي وهي اتر vivون وهو كائن حي نياج اير وواتور قالي كلو نو vivون كائنات غير حية ولا أجسام غير حية إذا غادي اللونه نشوف اسمحوا لي نشوف لون غوش دنا هادي هي البطاقة اللي غادي لونها بالغوش ولا هادي يمشي المجموعة الثانية من خصائص الكائنات الحية وهي روپرودكسيون وهو التكاثر أليمنتسيون التردية كواسس النمو وغوش روپراتيون روپراتيون وهي التنفس أكريتور ليست من خصائص الكائنات الحية من خصائص الكائنات الحية وهي روپرودكسيون أليمنتسيون كواسس روپراتيون هادوما من خصائص الكائنات الحية إذن الدخيل في هذه المجموعة وهي إيكريتور وهي الكتابة هي غنغنوها بالغوش إذن تنتمنى هادو الفيديو يكون الإجاب ديالكم وما تنسوش تبرتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة واللي أعجبوا المحتوى ديال فيديو ما ينسى شيخلنا واحد اللايك واحد الكومنتر اللي شجعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته